السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي على محمد الوالي واصحابي جميعين. ان شاء الله الفيديو ده. الفيديو الرابع في الجافا سكريبت. نعمل بازن الله تطبيق بسيط كده اه شبون بكارد بسيط كده مش اكتر. عشان نتعاين بس ندخل الدنيا كلها مع بعض في الجافا سكريبت. وهناخد الميسود الخاصة بالسترينج. اشهر الميسود يعني خاصة بالسترينج. واشهر الميسود الخاصة بالعريق. ونتكلم شوية عن الماس اوبشيط. واحدة واحدة وبالتفصيل. اول حاجة هنعمل كارد بسيط. طيب نفكر كده في سيناريو لمجرد تطبيق من دماغي. اه عشان بس ندخل الدنيا كلها مع بعض في الجافا سكريبت. بعد ما نمشي شوية في الجافا سكريبت هنعمل بقى ان شاء الله مشاريع كبيرة زي مسلا فعلا فعلا شوبين كارت حقيقي. اه هنعمل اه كبيرة شوية مش العادية. اه هنعمل مشاريع تانية بازن الله اه فيها بقى ونتعامل مع الدنيا كلها ان شاء الله يعني بازن الله. طيب التطبيق البسيطي في دماغي عشان يجمعين الافكار هعمل كده بسيط. اه يو ال. واخدى مسلا كلاس آآ لست. اليو ال دي احط فيها تلاتة ايتم مسلا وليكن آآ كيبورد مسلا. وي آآ مسلا ماوس. وي آآ اي حاجة تانية خاصة بالكمبيوتر وليكن آآ لاب. لابتوب مسلا. دي مسلا ايتم اللي عندي اللي انت تقدر تسليكت منها اللي انت عايز وليكن كيبورد وماوس وليب. طيب انا عايز ادي كل واحد من دول سعر. فقال لك خلاص حطه في اتريبيوت ومنتهى البساطة. فقال لك اي اتريبيوت في حاجة اسمها في ال اتريبيوت. يعني اتريبيوت انت من دماغك. وليكن هسميه آآ برايس. عادي خالص. ممكن تسمي برايس او في حاجة اسمها داتا برايس. مفيش مشكلة. تعني تسمي كده عادي خالص برايس. وليكن ده هقول له انت سعرك وليكن الكيبورد بتلاتين جنيه مسلا. مسلا يعني افتراضات. والبرايس بتاع الماوس وليكن عشرين جنيه. او عشرين دول اي حاجة. والبرايس بتاع اللاب وليكن خمسين. ده تلاتين وده عشرين وده خمسين. كلام جميل. يبقى انا عملت الليست بتاعتي اللي هي فيها الايتم اللي انت هتسليكت منها الداتا بتاعت. انت عايز تعمل يبقى? انا عايز دلوقتي لما اجي ادوس. ادوس على اي واحد من دول. انت مسلا خلاص اخترت الكيبورد. انا عايز عدد كيبورد اتنين وعايز ماوس وعايز ليه. فانت هتدوس على الحاجات دي. اول لما تدوس عليها هي تضاف اوتوماتيك في ديف تاني. هتدي له مسلا اي دي وليكن هسميه كونتينت. او الكارد بتاعك اي حاجة. ده الكارد بتاعي مسلا. ده ديف فاضي عادي خالص. مجرد بس هيشيل الداتا اللي انت هتدوس عليها من هنا. دست عالكيبورد فالكيبورد اوتوماتيك هتيجي تحط هنا. دست عالماوس فالماوس هيجي تحط هنا. دست عاللاب هيجي تحط هنا. بس هيتضاف خلي بالك يعني دست عالكيبورد. وكمان ماوس. وكمان لاب. فيتضافوا كلهم جنب بعض. طيب حلو جد. عايز اسأل بعد ما الكونتينت ده هيكون جواه محتوى يزهر زرار. يزهر زرار هنا وليكن اسمه آآ بوتون مسلا. واخد اي دي وليكن اتو كارد. مجرد بس ده هيزهر لي اللي انا اخترته سعرهم كان كلهم. يعني انت اخترت هنا كتب كونتينت كتب قصدي كيبورد وماوس ولاب. اجمع الاسعار بتاعتهم تلاتين زياد عشرين زياد خمسين من جنيه. فمجرد ما دوس على اتو كارد يحسب لي التوتال برايس مثلا. شو توتال برايس. مجرد ما دوس على ده هيقول لي التوتال برايس اللي موجود جوا الكونتينت كامل. تمام? تاني السيناريو. لما اجي اسليكت اي حاجة من دول. هيتحقق جوا هنا. مجرد اي حاجة من دول. هيتحط جوا الكونتينت. وبعد كده الشو توتال كارد ده. اول لما تدوس عليه هو مش هيكون ظاهر في الاول. هو مش هيكون ظاهر. تعالي ندينه كده ستايل. مش هيكون ظاهر في الاول. لكن هيزهر امتى? لما يكون ده جوا محتوى. تمام? تمام جدا. التطبيق ده هيعرفنا شوية حاجات جديدة وده الهدف من التطبيق. يعني هعرفك شوية حاجات جديدة واحنا ماشيين في التطبيق ده بازن لي. طيب كده خلصنا خلاص الهتش تيميل. تعال بقى نروح على الجوا سكريب. نمشي واحدة واحدة. هنا كده هو. نمشي واحدة واحدة. ايه اول حاجة? اول حاجة هات المتغيرات بتاعتك اللي انت هتستخدمها في التطبيق ده. ايه هي المتغيرات? اول حاجة عايز كل الهي? خلي بالك انت مش عارف هتدوس على ده ولا هتدوس على ده ولا هتدوس على ده. فانا عايز امسكهم كلهم. امسكهم كلهم. خلق دي حاجة اسمها. اقول له هنا اوه. هات كل ال اي والاكن هعمل متغير. اللي هي ال اي يعني. هقول له بتساوي بمنتغة البساطة حاجة اسمها دوكيمينت. روح لصفحة الاتش تيميل. لو انا جيت قلت له هاتلي كويري سيلكتور. انا عايز اقول له كده دي معناها ايه? خلي بالك. هاتلي ال 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 اللي جواه. ال ال انا بدي له كلاس لست هاتلي ال ال اي. كده هيجيب لي مين? هيجيب لي اول ال اي بس. مش مصدقك. ما اتأكد. انا متعلم. كونسول دوت لوك. الاول ايتم. شوف هيطلع لك ايه. ماشي مفيش مشكلة. اه دي الانسبكت. وفي الكنسول. اه اون كليك واندفين في السطر السبعين. اكيد كنا معرفين حاجة من الفيديوهات اللي فاتت. السطر السبعين. مفيش اصلا سطر السبعين. ده من ايه? تمام. اهو. ال ال اي برئيس تلاتين. جاب لي اول واحد بس اللي فيه الكيبورد. طب انا عايزهم كلهم. فقال لك تعمل يقال لك فيه حاجة اسمها. ويري سيلكتور. قول كلهم. تعمل ريفرش. ايه اللي حصل ؟ جاب ليه لانصر كلها في عري. خلي بالك بقى. اكتب ملحوظة عندك كده. الحاجة اللي اسمها كويري سيلكتور قول بتجيب لي الداتا كلها وتحطها في عري. كويري سيلكتور قول بتجيب لي داتا كلها وتحطها في عري. اما كويري سيلكتور بس بتجيب لي اول عنصر بس. من الحاجة اللي انت محددها. تمام جدا. يبقى انت الاول اول ايتم ده النوع بتاعه الري. الو جدا. كده انا جبت كل عناصر. عايز اجيب بعد كده الكونتينت. الكونتينت ده اللي هو الديف اللي انت هتحط جواه المحتوى اللي انت هتختاره من الايتمز دي. حط فيه الكيبورد ده او الماوز او اللاب. طيب. اجا اقول له كالعادة. ضد. جيت ايليمنت باي اي دي. جيت ايليمنت باي اي دي. هقول له اسمه ايه? اسمه كونتينت. انت اخدت حاجتين زيادة في حاجة اسمها كويري سيليكتور وحاجة اسمها كويري سيليكتور اوه. الكويري سيليكتور العادي. ممكن انا اجيب مسلا بدل ده. ممكن اجيب ده. بقول له كويري سيليكتور العادي خلص. هات السيليكتور اللي واخد اي دي اسمه كونتينت. ساعتها فى ال ... لكن كوريسيليكتر الحاجة عامة لازم تحدد built .. ... .. ... ... العنصر عادي. او تعمل كده. عادي خالص كده. انت كوريس ريكتو دي ازاي السي اس اس بالزبط. ممكن يعني هات اللي جوه الليست. ممكن اي حاجة انت عايزة. طيب خلينا بكوريس ريكتو عشان نتعود عليها. بعد كده اخر حاجة البوتون خالص. هعمله بيساوي بوتون. وقول له دوكيمنت برضو. البوتون ده واخد اي دي اسمه اتو كار. كده انت مسكت بكل عناصر بتاعتك اللي انت هتلعب عليها في التطبيق ده. كلام جميل جدا. اول حاجة احنا محتاجين اي احنا محتاجين لما جادوس على اي من دول هادوس على اي من دول يضيفها في طيب اي من دول هلان في حاجة من هنا مسكهم? اه بس مسكلي كل ال مش واحد. فانا عايز بطريقة ما ان ده ده الري اهو. ده الري في الداتا كلها اللي هو التاتا ايتم. لأ انا عايز افرطهم. عايز امسك ايتم يعني كل ايتم لوحده. فقال لك دي حاجة جديدة في فانكشن جاهزة في الجافا سكريت فاقول له كده اول ايتمز. عايز اعدي على كل عنصر. بنسمها كده. لكل عنصر عايز اعدي عليه. فقال لك في حاجة اسمها فور ايتش. دي فانكشن. ده الري خلي بالك. فدي فانكشن خاصة بالري. اللي هو بتعدي على كل عنصر في الري. فور ايتش من اسمها فور ايتش. لكل حاجة لكل عنصر. طب انا عايز امسك العنصر في المتغير. فقال لك الفانكشن دي منتهى البساطة. يعني فور ايتش دي. بتاخد جواه هنا كده فانكشن تاني. دي اللي بتاخدها جواه process detail value thing ممكن تسمى ده اي حاجة. ولا يكن هسمي الري. هنا بسمي اي حاجة. ركز معي. هنا بسمي اي حاجة. ده بمسابت ايه? بمسابت كل الايتم من القرية. يعني اللي 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 ايه عنية. والايتم ده مسك كل الل واحدة اه. مش مش اصدق تعال هنا كده. واللي اعمل للايتم. بص معاها رفريش الايتم او. مسك كل وايتم الواحده. والماوس واللاب. من السطر سبعة وتعاتين عشان تصدق. او ده السطر سبعة وتعاتين فعلا. تاني يبقى هي فانشن او موجودة للقرية. تتحط على القرية وده فعلا قرية. فبقول لكل عنصر موجود في الاري. الفور اتش بتاخد فانشن وهي اللي بتمسك كل عنصر في الاري. ده ممكن اسميه اكس ملوش علاقة. اكس برضو هيطلع نفس الحاجة بالزلط. هنا اي متغير انت عايزه. يبقى انت عارف دلوقتي ان الايتم ده هو كل الاي في الاري. كده انا خلاص عارفت امسك كل عنصر لوحده. انا عايز بقى في الايتم ده لما دوس عليه. قد انا قلت له. لما دوس على الايتم ده ايه اللي هيحصل? فاكرين كلمة ايه اللي هيحصل? ايوة. الفانشن دي عشان بتاخد فانشن جواه. لكن دي عشان كلمة ايه اللي هيحصل? انت عايز ايه اللي هيحصل? ومنتهى البساطة عايز الايتم اللي انت هتدوس عليه. اللي انا هدوس عليه دلوقتي تعاني اتباعه في الكونسول مسلا عشان نتاكد. الكونسول لتلوقي الايتم ده. اهو هدوس عالكيبورد. طبعي الاي اللي فيها الكيبورد. دوست عاللاب. طبعي الكيبورد اللي فيها اللاب. دوست عالماوس. طبعي الكيبورد. خزي طبعي الاي اللي فيها الماوس. دوست عالكيبورد. طبعي الاي في الكيبورد. طبعي الاي اللي فيها اللاب. طبعي الاي اللي فيها الماوس. كيبقى انا عرفت الاي بتاعتي او الايتم بتاعي مسكته خلاص اللي انت هتدوس عليه. نايس ايه? نايس تحطه في الكونتينت. انت كده كده ماسك الكونتينت. هقول له هاتي الكونتينت. حطه جواي. يبقى اينار اتش تي اميل. بيساوي مين? بيساوي الايتم. الايتم ده خلي بالك هو ايه? هو الاي بالتيكست اللي جواه. لأنا عايز اللي جواه بس. قال لك عايز تجيب موجود في عنصر في حاجة اسمها تيكست كونتينت. تعالى بقى نكتب الحاجات اللي احنا خدناها جديد. اول الحاجة بتجيب لي كل العناصر واتحول لها. بيتحدد العنصر اللي انت عايزو سواء سواء قصدي ايه. فلاص او اي او ايدي و اي امينت عادي. بتعدي على القري وتمسك عنصر عنصر جوه. فبتاخد دي ووظيفتها انها بتمسك عنصر عنصر جوه القري. cant be بيجيب ايه? بيجيب المحتوي اللي جوه العنصر انت عايز Rust famoso. تمام. تعال ابقى نتأكد هعمل ريفرش اهو. دست عالكيبورد فعلا حطيلي اهو. لو عملت نسبكت عالحتة دي ده عبارة عن الديف الكنتنت محدود في الكيبورد. لاحظ بقى لو دست عالماوس ايه اللي حصل? شلي الكيبورد وحط الماوس. دست عاللاب شلي الماوس وحط الليب. يعني بيشيله وبيحط. لا انا عايز اضيفه. خالك بدل ما بتقوله بيساوي قوله زائد يساوي. لكن العلامة دي. لو كل مرة ضيف هتلي القديم وضيف عليه الجديد. اللي هو ده. هتلي القديم وضيف عليه الجديد. اهو. دست عالكيبورد. دست عالكيبورد. ما عملتش سيف اهو ما عملتش سيف انا يا سيف. دست عالكيبورد. دست عالماوس دست عاللاب وهكذا. ممكن نفسل ما بينهم. ممكن نقول له زائد باصلة بس كده عشان يفسل ما بينهم بالشكل ده. او تعمل براحتة. تمام جدا. يبقى احنا عملنا اول فكرة. مع وراء عن الري بياخدها الري بمثابت بتعمليه بتعدي على كل عنصر في الري اهو. طب اقول له وانا بدوس على اي عنصر في الري. هتلي بقى الكونتنت بتاعي. اللي هو الدف اللي واخد ايدي كونتنت. حطه جواه التكست كونتنت بتاع الايتم اللي انت دست عليه. بتاع الايتم اللي انت دست عليه. تمام جدا. طيب نايس ايه بقى? نايس اسأل. عايز اسأل دلوقتي. عايز اسأل اقول له. هنا كده جوا الان كليك. عايز اسأل. هل في حالة ان الكونتنت الانر اتش تي ام اللي بتاعه مش فاضي. يبقى انت كده جواه محتوى. هل هو مش فاضي? كلمة مش فاضي يعني جواه محتوى. ايه اللي يحصل? هتلي بقى العنصر اللي هو البوتن ده اللي انا مسكه. اللي هو ده ازهره. بقى لك في حاجة اسمها دوت ستايل. انت بتقول له البوتن ده انا هعمل عليه ستايل. لو عايز تكتب سي اس اس في الجواسكيت بكتبها بالطرق دي. تمسك العنصر وتضيف عليه حاجة اسمها ستايل. وبعد كده اسم الخاصية اللي انت عايزها. انا عايز خاصية ليه? بيساوي ايه? بيساوي بلوك. عكس نن بلوك. السطر ده مجرد بيضيف الايتم اللي انت هتدوس عليه جوا الكونتينت. جوا الديف الكونتينت. اللي اتنين دول بيسأل هل الكونتينت بقى جواه محتوى? كلمة مش فاضي يعني جواه محتوى. والله لو اه هتلي البوتن اللي هو الزرار. حط عليه استايل خاصية الديسبيلي. عندك مارجين بادينج اللي عايزه كله. تعالوا نشوف. نفتح ده. نعمش ده نعيزه. هنفتح صفحة. هعمل ريفرش هو. هل الزرار ظاهر? لأ الزرار مش ظاهر. والبوتن موجود بس واخد اسبلينا. اول لما اضيف اه خلاص هو راح سأل هل الكونتينت مش فاضي? اه فعلا مش فاضي جواه كلمة كيبورد خلاص اظهر الزرار ده. طيب عايزين بقى ندوس على الزرار ايه اللي يحصل? يقول لي المحتوى اللي موجود جوا الكونتينت سعره كام? انا ضيف كيبورد بس بيقول لي خمسين حطها في الكونسول او يعمل او اي حاجة. طيب. دلوقتي انا عايز مع كل مرة مع كل مرة العنصر بيدوس عليه يضيف بتاعه متغير. خلاص تعال هنا كده. هنعمل اسمه او برايس. بيساوي ايه? بيساوي سفر في الاول. مش بيساوي اي حاجة. خمتو بسفر. كل مرة بقى الراجل ده لما يجي يدوس على الايتم ياخد بتاعه ويضيف عليه اللي جاي جديد. مش هنا الفانكشن اللي بتحصل تمام خلاص. هتلي بقى التوتال برايس ده. كل بيساوي بيساوي ايه? انت دلوقتي الايتم ده دست علي فردنا الكيبورد. الايتم ده بمسابة الاي كلها. الاي اللي شايلة الاتريبيوت البرايس وشايلة كلمة كيبورد. فانا بقول له والله هتلي الايتم ده. هتلي الاتريبيوت الايتم ده هو ال ال اي دي كلها. ده او ده او ده. هتلي الاتريبيوت اللي اسمه برايس. قال لك فيه فانكشن في الجاباسكريبت اسمها جيت اتريبيوت. اسمه ايه اسمه برايس? هنا بكتب اسم الاتريبيوت اللي انت عايزه. لبيجيب لك قيمة الاتريبيوت ده. ويسايفها في التوتال برايس هنا. انا عايز كل مرة يقعد يضيف. هنا ما تنساش الزاد. يعني انت دست عالكيبورد فيجيب خمسين. اخترت التاني ماوس فيجيب الخمسين القديمة مع التلاتين الجديدة. وهكذا. تعالوا كده نتبع التوتال برايس. وليكن هنا نعمل فونكشن جديدة بتاعت البوتون. بقول له بوتون. هون كليك. وشنت عايز لما دوس عالبوتون. خلاص ايه اللي يحصل? يحصل فونكشن. الفونكشن دي مجرد بتتبع الكونسول اللي هو توتال برايس. هروح هنا اعمل ريفريش. دست على الكيبورد. كيبورد بكام? روح هنا. ودست على الماوس ودست على اللي. بكده مفروض يتبع لي ميت جنيه. دست على توتال برايس عمال لي سفر تلاتين عشرين خمسين. حطي الارقام كلها جنب بعض. احنا عيليلين توتال برايس في الاول كان سفر. الكيبورد جت عليها بتلاتين في عشرين وخمسين. فحطي لي كلهم جنب بعض. كده معناه ان ده سترينج مش نمبر. يعني فعلا 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 هنا محطوط بين سترينج. فتلاتين زياد عشرين زياد خمسين بيحطوهم جنب بعض زي احمد محمد محمود كلهم بتحطو جنب بعض. طب انا عايز احول السترينج ده لنمبر. فقال لك فيه جاهز دي كلها جواه كده. اسمها البارس انت. دي موجودة في الجواسكريب بتعمل ايه? بتحول لك السترينج النمبر. الايتم دوت جيت اتريبيوت البرائس ده مرة هيكون كده. تلاتين. فيتحول يبقى تلاتين من غير كده. من غير دي. بعد كده يجي عشرين فيتحول وهكزا. نتأكد. دوس او. على الكيبورد والماوس واللاب يتبع لي مية فعليا. ثاني. اول حاجة مسكنا المتغيرات بتاعتنا بتاعة العناصر اللي ننعب عليها. الايتم ده عبارة عن الريف في التلات عناصر بتوعك. فبعدي عليهم. بعدي على الريف الفور ايتش بقول له كله عنصر. لكل الاي يعني موجودة جوا. اللي بتاعتنا كلها. لما تدوس عليها. اول حاجة حطيلي التوتال برايس بتاحها. او حطيلي متغيرس توتال برايس. بيجيب ايه? بيجيب البرائس. لاتريبيوت البرائس للعنصر اللي انت استعليه. دوست على الكيبورد فيجيب لك البرائس اللي بخمسين. دوست على الموز فيجيب لك البرائس اللي بثلاتين او بعشرين. دوست على مش عارف اللاب يجيب لك البرائس اللي بكزا. ويسايفها في التوتال برايس. طب السطر ده بيعمل ايه? السطر ده بمهمته انه بيجيب لك العنصر الكنتنت ده. ويحط جواه ما بين الستارت والاند الايه? الكلمة او الاي بتاعتك الكلمة اللي جواه سوى كلمة كيبورد او موز او لاب. بعد كده السطريندل بيسأله. هل الكنتنت مش فاضي? يعني هل جواه محتوى? هتلي بقى البطن اللي هو كان مخفى ده. خلي الستايل بتاعه. والله لما تيجي تدوس عليه. اعمل لي كونسول دوت لوج تودال برايس ما نجوب او او اعمل اقلرت اوان بي اي حاجة. تمام جدا جدا. ده كمسال القسيط تطبيق على كل اللي احنا اخدناه. واللوب دي اعتبر لوب بتعدي على كل عنصر يعني اعتبر الفورلوب يعني. في اه كده اتعملنا مع كل اللي احنا اخدناه بفضل الله. لو ما فهمتوش قوي بس ان شاء الله تكون فهمتوا قوي. ارجع تاني عيد تاني بايزنا هتفهموه مية في المية. طيب تعالوا نعمل هنا كده. شكرا خلاص. اه شكرا يا اعمل. طيب. تعالوا بها واحدة واحدة كده. في قلنا العبارة عن ايه? نمشي هنا واحدة واحدة نعمل متغيب. بيسوا مسلا هلو. خلق هو مجرد نص بيكتب ما بين دابل كوتس او سنجل كوتس. قالك فيه شوية بقى ميسود فيه شوية فانكشن ممكن تلعب عليها على السترينج ده. ان انت مثلا عندك فانكشن اسمها سبلت. فانكشن دي من اسمها يعني بقسم. بفصل سبلت. طب دي بتعمل ايه? تعالوا يعني متغير مثلا اسمه ريزولت. في كل الداتا بتاعتك اللي انت عايزة. هقول له الستر ده. دوت اسبلت. طب اسبلت دي بتعمل ايه? قالك اسبلت دي. بتاخد اري. بتاخد آآ رأسف بتاخد استرينج. انا اتلغبط من هنا ده اري يعني. لا طبع. بتاخد الاسبلت دي بتاخد السترينج وتحوله الري. بس بتاخد برامتر معين اللي هو انت عايز تفصل بيه. عايز افصل. كتب ورلد غلط. بالمسافة دي. يعني هلو ورلد آآ جاباسكريب. عايز افصل كل استرينج كل ورد او كل كلمة عن اللي بعديها بالمسافة دي. فبقول له افصل لي بالمسطرة. فهو يشوف هل في مصطرة في الاسترينج ده او في مصطرة هنا ايه. فيفصل هلو عن ورلد عن جي اس ويحطوهم فئة ري اي اي. تعالوا نطبع. نشوف كده. طبع لك اهو. حول الى الري. ممكن انت بقى تلعب عليه براحتك عايز بقى كلمة ورد. عايز كلمة هلو. ممكن اقول له كده. عايز ده اف صفر. بيجيب لي اول كلمة هلو. عايز ده اف واحد يجيب لي تاني كلمة ورد وهكزا. هستخدمها في اكتر استخدام في ده. انت فرضنا مسلا عندك اا ايا كان الموقع بتاعك. وعايز كلمة مسلا اندكس مسلا. او عايز كلمة مش عارف الفرونت انت. او عايز كلمة الجوف او ايا كان. فانت بتاخد الوريل كله وتقسم باكتر حاجة توصلك الاندكس. اللي ايه اللي هي السلاش دي. فكل السلاش هتعتبر يعني هتحط لك كل العناص الفاصل ما بين السلاش في اري. ممكن بقى تمسك الاندكس او في خمسة او في عشر او في عشرين ايا كان. يعني فرضنا. عندنا مسلا. سترينج ده اعتبره يوريل. هقول له مسلا. دابيو دابيو دوت. اا دوت مسلا مسلا يعني فيسبوك. دوت كوم سلاش اا اا اي دي بيساوي. او نقول له كده في اي دي اسمه عشرين مسلا. مسلا يعني. فانت عايز الاي دي ده. عايز تمسك الاي دي ده. عشان تعمل عليه اي حاجة. فخلاص انت هتفصل بيه الفاصل هنا اللي ممكن تفصل بيه هخد لك الاي دي ده. تفصل بالعلمة الاستفام. فهين اقول له انا هافصل بعلمة الاستفام. فيعتبر ده كل عنصر. ويعتبر ده كل عنصر. نتأكد او. اتبع للريزولت ريفرشت او. كتاب لك الدابيو فيسبوك كلها في اا عنصر والاي دي كله في اا مكان تاني. يعني فصل لك الاتنين عنصرين دلوقتي في الاري. انت عايز مين عايز الاي دي? خلاص اقول له هنا انا عايز الاف واحد. العنصر الاولين سفر وده واحد. سايف هو اعمل ريفرش. هتلاقي طبع لك الاي دي بيسبوك عشرين. اعمل عليه انت عايزه بقى. طبع انا عايز افصل تاني اجيب بس قيمة العشرين. عايز اجيب بس قيمة العشرين. عندك تاريتين. اما من الاول تفصل باليوساوي. تفصل باليوساوي. فهيجيب لك على طول العشرين اهو. يا اما انت مسلا منسيت مسلا ولا حاجة. فصلت اول حاجة بالكومة بعد كده. هتيجي تاني. الريزلت ده جوه ايه? جوه فكرة الاي دي بس قيمة عشرين. افصل تاني باليوساوي. خلاص. اعملها من اول مرة. وخلاص. المهم تفهم. الاسبريت بعمل اي? بتاقي اخد السترينج. تحول الاري. بس بتاقي اخد انت عايز تفصل بي. والله لو مسافة. هيفصل لك المسافات. يعني لو في مسافة بتاعك هيفصل كل واحدة لوحدة بعنصر في الاري. فيه عدم تستفاهم يفصل بعضنا الاستفاهم. الحاجة اللي قابلها والحاجة اللي بعدها. طب لو فيه داني مسلا مثلا يعني مسلا. آآ آآ تست بيساوي تست. فكده هيفصل لك عن تات عناصر اهم. عندي تلات عناصر واحد فيسبوك واحد اي دي واحد تست. عارف من اين? هو شاف البتاعة دي. هو بيفصل اي حاجة قابلها واي حاجة بعدها ويحطها في الري. تمام جدا دي كتاول حاجة. في حاجة اسمها تعالوا مسلا نعتبر هنا. جي اس جافا سكريبت كود مسلا. فالك دي بتاخد من اسمها شريح. انا عايز مسلا كلمة جي اس. فبدايتها عبارة عن الري اوف كاراكتر. عبارة عن الري اوف كاراكتر. يعني الري من الحروف. يعني الحرف ده لو عايز تجيبه لوحده. يعني انت فرضنا مسلا. قلت لك عايز حرف الجي اس بس. فتقول له سترينج اوف سفر. هجيب لك الجي بس. فهو فاهم ان السترينج ده عبارة عن الري اوف الحروف بتاعتك. طيب انا عايز اللي هي كلمة جي اس. فانا عايز من سفر. ده حاجة ده سفر. ده واحد ده اتنين. فانا عايز من سفر الحد اللي اتنين. واقول لك ليه قلت اللي اتنين. تعال نعمل برضو كالعادة. فار بياخد النتيجة. اقول له استي ار دوت سليس. لو انت قلت له بياخد السترط والانت. انا عايز من السفر الحد اللي اتنين. يعني سفر. واحد اتنين. قال لك مش بيجيب اللي اتنين معاك. هو بيوقف بس عند اللي قبل اللي اتنين اللي هي الواحد. هيجيب لك اللي اتنين دول بس. تعال متأكد ريزلت او. هتلاقي جاب لك كلمة جي از. طب لو انا جيت قلت له انا عايز من السفر الحد الواحد. ادي سفر واحد. هيوقف بس عند الجي. ما بياخدش الاند معايا اهو. يوقف عند الجي. عشان كده بقول لك انت بتزود واحد بعد العنصل اللي انت عايزه. او بعد الكاراكتر اللي انت عايزه. انت عايز لحد مسلا السي. عد معايا. ادي سفر. واحد اتنين تلاتة اربع. بتزود واحد كمان عشان ياخد السي من ضمنها. يبقى بتاخد الستارت والاند بس مش بيعمل حساب الاند. لو انت عايز تعمل حساب الاند زود واحد على الاند. لو عايز تعمل حساب الاند زي ما عملنا كده بتزود واحد عشان يقدر يعتبر العنصر ده من ضمنه. لو عايز لحد الدي فهتقول ايه? هقول له سفر واحد اتنين تلاتة بقى خمسة. هتوقف عند الخمسة هجيب بس الحد الاو. لا هقف عندي الستة عشان يجيب تدي معي. تمام جدا. طب لو انت كتبت بس من اول قلت له كده. كتبت بس ما قلت له اند هياخد كل بتاعك. تمام جدا. عندنا اسمها تو ابر كيس. من اسمها? يعني حول لي كل الحروف الى كابتل. تو ابر كيس. حول لي كل الحروف تبقى كابتل. او حول لي كل الحروف مسلا انت جاي لك داتة من اه باك اند مسلا. بليكم فيها كابتل او اسمول وانت عايز تعمل كله مع اسمول فبتقول له تو ابر كيس. اه قصد تو لوار كيس. عشان تتعامل كله كأنه عشان بتعمل شوية مسود عليها مسلا فتحولها كلها للور كيس. كلها اسمول. تمام جدا. عندك حاجة اسمها تريم. تريم دي بمعناها لو انا عملت كده. وقلت لك كونسول ايه ده? السترينج دلوقتي. واسيبك من السطرين دول دلوقتي. ورفرش. كتب لك جي اس كود بالمسطرة اللي فيها دي. طب انا مش عايز اي مسافات مسلا اتعاملت من غير ما اخد بالي. استخدم اي دي. يعني يخليك معادي دلوقتي. المسافات اللي انت عملتها اعملتها من غير ما تاخد بالك انا مش عايز. عايز احسيفها كلها. فقال لك في حاجة اسمها السترينج اسمها تريم. تريم دي معناها ايه? بتعمل بتشيل اي مسافات زيادة في ده. بتعملتها كده? او. آآ سترينج تو تريم. الاستيار. طبعا انا عندي غلطة انا اسف. الاسترينج بتاعك. لو انت كدبت كده جي اس كود لو في مسافات قبله او مسافات بعده. مسافات قبله او مسافات بعده او. هو اعتبر المسافات قبله او والمسافات بعده لكن في التريم لا بيشيل اي مسافات قبلي او بعدي. طب هستفيد منها يا باش مهندس. اكتر استفادة من التريم في ال بتاعت اللوجن بتاعتك او رجستر. فرضنا ان الراجل بتاع اليوزر نيم دخل اه اه مسلا الاسم اليوزر نيم حمزة نبيل وعمل مصطرة جبيرة او كده. لأ انا مش عايز المصطرة دي. فبعمل تريم الاول. باشيل اي زيادة سواء قبل او بعد عشان اقدر اخد بتاعك زي ما هو مزبوط. تمام جدا. عندك حاجة اسمها الاندكس اوف. دي بتسرش. هل كلمة مسلا تعاون نجرب هنا. هل كلمة كود موجودة جوه السترينج ده? والله لو اه بيرجع بداية ما كانها كام. تعاون نتأكد اهو. سيبنا بقى من ده. وهنا في حاجة اسمها اندكس اوف. تقول له هل كلمة كود موجودة? والله لو اه هيرجع لك بدايتها كام? هيعد سفر واحد اتنين تلاتة. بتبدأ من الرقم تلاتة اوه. تبدأ من البداية من الاندكس بتاعه من رقم تلاتة. يعني فعلا موجودة. طب هل كلمة اه موجودة في السترينج ده? لا. هترجع حاجة اسمها سالب واحد. انت بتشك عن حاجة معينة. عايز سرشة عن حاجة الكلمة دي موجودة ولا مش موجودة? عشان تعمل حاجة معينة بنانة عليها. والله لو رجع سالب واحد يبقى الكلمة دي مش موجودة. والله لو مرجعش سالب واحد يبقى الكلمة دي مش موجودة. فانت ساعات كده هتلاقي كود بيقولك كده. هتبلك مسلا. على دي مسلا. اف هل مش بيساوي السالب واحد? ده معناه ايه? معناه ان العنصر ده فعلا موجود. ساعة هعمل اللي انت عايزه بقى ايه كان الكوب بتاعك. تمام جدا. يبقى لو رجع سالب واحد يبقى العنصر مش موجود. لو مرجعش سالب واحد لان كنت كتبه من شوية مش بيساوي السالب واحد يبقى العنصر ده موجود. وقدر اعمل اللي انت عايزه عليه. كلام جميل جدا. تعالوا لي الى الري. دي اشهر الامثلة او على السترينج. انت طبعا هتروح تكتب كده. وتروح تدور بقى سوايا في الام دي ان. روح على الام دي ان. وتعرف بقى هل فيه طبعا اكيد في حاجات زيادة طبعا. طبعا بقى تدور كل بتعمل ايه? طبعا انت في وقت ما تحتاج هتلاقي نفسك بتدور. لكن مش كل حاجة بتعرفها في نفس الوقت. مش كل حاجة عرفها وفي الاخر هنساها. لا انا لما تيجي وظيفة معينة اهلا محتاج بتعمل كزا. سيرش هتلاقي فيه ميسود موجودة اصلا اللي بتعمل كزا. خير وبركة عرفتهم كلهم كله هتعمل ايه خير وبركة? عرفت المستفاد او الاكثر حاجات تستخدمها خير وبركة وبركة. تمام جدا. عندك بقى الاري حاجات خاصة بالاري. تعالوا واحدة واحدة. هنعمل الاري. بيساوي مسلا اه واحد او بلاش واحد نكتب اسماء اه حمزة. وياسر واحمد. تعبارة عن الاري فيه تلت اسماء حمزة وياسر واحمد. هنعمل هنا الريزلت بتاعتنا. اول مسود معانا حاجة اسمها الجوين. الجوين دي عكس. عكس مين? عكس اللي هي كتفيه. عكس الاسبليت. اللي هو اسبليت بتاخد استرينج تحول الاري. بتاخد الاري تحوله الى استرينج. من غير طبعا دي. تعالوا نتأكد اقول له كونسول دوت لوج. الريزلت بتاعك هتعمل ريفرش هتلاقي حولها لك الى استرينج. لهم جنب بعض بسترينج. طب انا عايز اجوين بس بالكومة. يعني افصل بكومة. هتلاقي الباشة اهو. حمزة وياسر واحمد. في اوتوماتيك الكومة موجودة. عاستفصل بكومة من غير مستيبة هي كده كده موجودة. تقدر بقى تاخد الاول واحد تاخد ياسر تاخد احمد راحتك اللي انت عايزه. بتحوله لسترينج. بتحول لك الهلم اللي انت او الاري الى استرينج. طيب. تانية حاجة حاجة اسمها البوب. البوب دي باختصار هي بتعمل ايه? بترجع لك او بتشيل اخر عنصر في الاري. بتشيل اخر عنصر في الاري اللي هو مين اللي هو احمد? شالته وبترجعه طبعا. شالت اخر عنصر في الاري. طب انت لو تبعت الاري تعمل نتبع الاري لوحده. والريزولت الوحد. الاري هيتبع لك حمزة وياسر. اما الريزولت هيتبع لك احمد اخر نتيجة بتاعك. انت شلت احمد فالاري خلاص هيكون في كمتين بس حمزة وياسر. واللي انت شلته شلت كلمة احمد. طيب. على عكس البوش. البوش هتضيف. هضيف مسلا وليكن اه تست. يبقى التست دي بتضاف للاري. بتضاف الاتنين هيكون نفس او تاني خلي بالك. التست بتضاف للاري حمزة وياسر واحمد تست. اما الناتج من البوش يعني الناتج من الحتة دي اللينس بتاع الاري. عدد العناصر اللي في الاري. تاني. لو انا قلت لك الاري دوتبوش فهو بياخد الاري ده يضيف فيه كلمة تست. فالاري اصبح فيه كم قيمة? فيه اربع قيم. اربع حمزة وياسر واحمد وتست. فالاري ده هيرجع فيه الاربع قيم ده. طب ناتج الريزولت ناتج العملية دي بعد ما تخلص. ناتج العملية دي بعد ما تخلص هي اللينس بتاع الاري. اللي هو اربع. عاز اعناصر في الاري. تمام جدا. عندنا حاجة اسمها الشفت والانشفت. بمنتهى البساطة. الشفت بقى بتعمل ايه? قالك الشفت هي هي البوب. بس البوب بيشيل من اخر الاري الشفت بتشيل من اول الاري. شيل دي خالص كده اوه. الفونكشن الشفت بمنتهى البساطة بتشيل من اول الاري. يعني ناتج العملية دي هيشيل لي حمزة. هيسيف لي حمزة هنا. فيطبع حمزة هنا. لكن ناتج الاري هيتبع بس ياسر واحمد. او هعمل ريفرش هنا هتلاقي ياسر واحمد في الاري. وللطبع كلمة حمزة. تمام جدا. دي الشفت. البوب بيشيل من اخر الاري. الشفت بتشيل من اول الاري. طب الانشفت. الانشفت بمنتهى البساطة بتضيف في اول الاري. نفس الكلام. الانشق البوش بتضيف في اخر الاري. الانشفت بتضيف في اول الاري. وناتج العملية دي بعد ما يضيف بيرجع لك بتاع الاري. يعني الاري هتتبع الاري يطبع لك تيست وحمزة وياسر واحمد اللي اتضف. اهو. الاري تيست وحمزة وياسر واحمد. والريزلت ده اللي هو ناتج عملية الانشفت زي ناتج عملية البوش بيرجعوا اللينس. يبقى الانشفت والبوش الناتج بتاعهم اللينس بتاع ري الجديد. البوب والشفت الناتج بتاعهم العنصر اللي اضاف سواء في الاول او في الاخر. جلام جميل جدا. عندنا فانكشن كلنا عارفينها اللي هي اللينس. اللينس بتاعمل ايه? بمنطقة البساطة بتتبع لك اللينس بتاع الرية. في كم عنصر الوقت في تلاتة عناصر. في حاجة اسمها الكونكات. دي منطقة البساطة. سي مسلا بتسوي انت عندك تانية فيها تست. تست مسلا وي عايز تضيف اللي اتنين الري دول جوه بعد فبقول له كده الري دوت كونكات ضيف لي السي معي. في اطبع لك الريزلت اللي اتنين الري مع بعض. لو عايز تضيف الاتنين الري مع بعض في اسمها الكونكات هدى وهدى. تمام جدا. عندنا تانية اسمها زي فكرة بالزبط السترينج. انت عايز مسلا اقول له كده اول عنصر. اول واحد ده انا عايز حمزة فيقول لك خلاص الريزلت دي فيها كلمة انا ياسف السفر والواحد. انا ياسف طبعا. ركز معي هنا انا ياسف. ده بيقول له انت البداية بتاعتك ايه? لو انا قلت له سفر. هيتبع لي كل الري بتاعي. سفر واحد واتنين. طب عايز النهاية سفر واحد. سفر واحد معناه اول قيمة بس. ده السفر. وده الواحد. لأ انا عايز سفر واحد بس. طب عايز سفر واحد كمان فبتزود الاند. زي بالزبط اللي سليز. او. جاب لك حمزة وياسر. طب انا عايز واحد واتنين. ده الواحد. والاتنين مش معي خلاص. ما بقول اند ده اعتبر مش معي جابلي بس ياسر. طب واحد وعايز اتنين ده معي. خلاص واحد وثلاتة. زود واحد على الاند اهو. هيجب لك ياسر واحد. طب لو لو قلت له واحد بس عايز اوف عند الواحد فيجب لك من اول واحد لحد النهاية. اللي هو ياسر واحمد بردو. تمام جدا. ده بيكتب بالاندكس بتاع الريح. لو قلت له سفر واحد فيجب لك بس حمزة. سفر واحد واتنين هيجب لك اول اتنين حمزة وياسر. الاند ده ما بيعتبرش معي. لو ما كتبتش الاند بيبدأ من ال الى انت كتبته لحد النهاية. تمام جدا. الماز بمنطقة البساطة هنعمل بس كده ونطبع الناتج على طول. اول حاجة ده الماز ده عبارة عن وشوية كده حاجة اسمها الراوند. الراوند دي بتعمل ايه? الرقم اللي انت بتكتبه بتقربه لأقرب انتجر. اتنين ونص يعني تلاتة. اللي هو فوق الخمسة يبقى تلاتة يعني. طب اتنين وي اربعة لو اقلم الخمسة هلقى يقربه للانتجر اللي هو الاتنين. طيب بمنطقة البساطة بتاخد رقمين وتعمل باور ليهم. يعني اتنين قصة اربعة يطلع لك الناتج اللي هو ستة. الماز دي بمنطقة البساطة اللي هي بتربع. لو انا ديته كمية خمسة يعني خمسة خمسة بخمسة. انا كتبت حاجة خلط. اه انا ااسف. اسكر دي الجزر. انا ااسف لو انا قلت له كده خمسة وعشرين. فيها يقول لك الخمسة. اسكر دي يعني الجزر بتاع الجزر خمسة وعشرين جزر خمسة. طيب عندنا حاجة اسمها السيل هي بتقرب السيل دي جاي برضو من الراوند. الراوند دي حاجتين. السيل والفلور. السيل دي بمنطقة البساطة. لو انت جيت قلت له اتنين. قصة خمسة. اه اتنين بوينت خمسة. هيقرب لك رقم فوق الاتنين. السيل دي يعني السقف. اتنين بوينت خمسة يعني تلاتة. طب اتنين بوينت اربعة برضو تلاتة. اتنين بوينت واحد برضو تلاتة. فالسيل دي يعني السقف بتاع الرقم. اتنين بوينت واحد يعني تلاتة. بيقرب للرقم اللي فوق الاتنين. سواء كان هنا واحد او اربعة او خمسة او ستة او سبعة واي يمكن. طب الفلور لاي الفلور العكس. لو اتنين تسعة حتى هيعرب هولك لاتنين. يبقى السيل اتنين اه سواء رقم اي حاجة يبقى فوق الرقم ده. سواء اتنين بوينت خمسة يبقى تلاتة. سبعة بوينت تمانية يبقى تسعة. اه يبقى اصدي تمانية. اهو. سبعة بوينت تمانية يخلي بالك في الفلور يعني الارضية انا عايز السبعة. طب لو سيل. لا السيل تجيب لك تمانية. مش تمانية دي. لا تمانية مش تمانية دي. لا تمانية اللي فوق دي. لو حتى دي سبعة بوينت واحد برضو هيجيبها تمانية. يبقى السيل الرقم الاعلى الفلور الرقم الاعلى. الماس دوتراندم الاخيرة بمنتهى البساطة هي بتطبع لك. لو انا سبتها كده بتطبع لك رقم عشوائي من سفر الحاد واحد. طب لو انا عايز اطبع من سفر الحاد خمسة. هيطبع لك رقم عشوائي من سفر الحاد خمسة. طب انا عايز اقرب الرقم ده ممكن بقى تستخدم. اللي هي ماس دوت سيل او ماس دوت كو ده جوا بعض. ماس دوت سيل يخد لك الرقم ده ويقربه لقرب رقم سواء خمسة تلاتة اربعة وهكذا. خمسة هتعتبر من ضمن القيم دي. ليه? لان ده السيل السقف. ماهجيب كيمة خمسة. لكن لو فلور لأ عمره ماهجيب رقم خمسة. اهو. اهو. عمره ماهتيجي معك رقم خمسة. لان انا عايز الارضية. رقم خمسة ده مش هيعتبر معك. لكن السيل هيوصل للخمسة. لكن الفلور عملها ماهتوصل رقم خمسة. الراوند بتقرب الرقم عادي خلص اتنين ونص يبقى ده الاعتقاء. اتنين واحد يبقى واحد. ده خلص. اتنين ونواحد قصدي يبقى اتنين. يعني ده اس ده. يعني الجزر. السيل يعني السقف اعلى حاجة في القيمة دي اتنين وتلاتة يعني تلاتة. اتنين وخمسة يعني تلاتة برضو. اتنين وسبعة يعني تلاتة برضو. واحد واربعة يعني اتنين. واحد وتمانية يعني اتنين برضو. المازدوت فلور لو قلت له واحد واحد يعني واحد. واحد وتسعة برضو واحد. الفلور يعني الارضية رقم نفسه. لكن هنا الرقم متضفع لي واحد. المازدوتراندم بتجيب لك رقم ارقام عشوائية من الرقم اللي انت محضر. لو كانت بتاع الوحدة يبقى من سفر الحد واحد. كانت بتاع مضروبة في رقم من سفر الحد الرقم ده. تمام جدا اعتقد كفاية كده. يا رب يكون اهم حاجة يا رب يكون التطبيق بتاعنا واضح ده خلينا الدنيا كلها في بعض ودي شوية تمسوا ده هنستخدمها كتير جدا واحنا ماشيين في الشغل بتاعنا بازن الله. اشتركوا في القناة